وَهَلْ يُطَيِّبَ الْمُحْرِمْ ثَوْبَهُ؟ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنوى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران وهو مذهب الحنفية وبه قال ابن حزم والآجر من الحنابلة ما وجه الدلال من هذا الحديث؟ وجه الدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس ما مسه الزعفران والزعفران طيب فكذلك سائر الطيب بل إن الأطياب الموجود في زماننا أفضل وأقوى رائحة من الزعفران فهذه الأطياب من باب أولى أن يمنع المحرم من استعمالها في الثياب فيأخذ من الحديث تحريم جميع أنواع الطيب على المحرم يقول الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله تعالى إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الورس والمزعفر مع أن ريحهما ليس بذاك فما له رائحة ذكية أو لا بذلك